تي اخبار جدا مفرحة رح توصلك يا برج العقرب على الناحية العاطفية قلنا هذا الشخص يعني من بعد ما كان عم يخفي شغلات من بعد ما كان ملعب في عنده اطراف في عنده شغلات بعد الجوجمنت او بعد الكارمة اللي رح يتصير عم بيقدم لك عرض عم بيقدم لك حب مشاعر جديدة وعم يكتشف انه انت الوحيد اللي حبيته وانت الوحيد اللي يعني اعطيته يعني حبيته حب غير مشروط خلينا نقول فعم بيكون هذا الشخص رح يلجأ لك بموقف من المواقف انت رح تكون شوي شايف حالك شوي مااخد طرف او جنب ولكن هذا الشخص رح يحتاجك فعلا في موضوع من المواضيع ان كانت معنوية او مادية او ايا كان الطاقات اللي عم تظهر عندي برج السرطان كتير صار ظاهر هلا لحدد هلا في الاسد كمان الميزان انا بحس كمان هذا الكارت ميزان بشكل عام للطاقات عم بتكون نارية اكتر شي عم بتكون ترابية وعم بتكون كمان مائية هذا بشكل عام خلينا نفتح شوي على العاطفة اكتر شايف في حياة عائلية خاصة للمتزوجين او للمطلقين في رجوع في رجوع للعلاقة للحميمية بناتكم للمشاعر المرهفة اللي كانت موجودة في البداية اه في حياة اسرية حلوة خاصة للمتزوجين او للمطلقين شايف في علاقة ثلاثية او عائق في العلاقة عم تودع عم تحكي له باي باي لهذا العلاقة الثلاثية عم تنشي من دربكم بدون ما انت تعمل شي بدون ما انت تنتقم بدون ما انت تعمل شي هي العلاقة الثالثة رح تروح لحالها في سبيلها شايفيتك كتير ان جرحت من هذا الشخص ويعني الطرف الثالث كان يتطلع وهو يمكن كان سبب من الاسباب هاي شايفيتك هاي الفترة عم تستعيد قوتك عم تستعيد نشاطك شايفيتك راجع يعني وكأنك راجع عشر سنين لورا عم تحكم الامور عم بتكون في يعني الامور في ايدك اكتر ما هي في الطرف بايد الطرف الثاني شايف في فراشة حب بناتكم مثل مسجات امور اخبار عم توصل من طرف للتاني الشريك شايفيته عم بيكون يعني ماسك مثل خلينا نقول وردة او شغلة لالك مخبيها لوقت معين فشايفيتها عم توصل لك هون وانت عم بتتفرج عليها وكتير مبسوط شايف في عندك شوية طاقات سلبية حبيبي مو تنترون حسد على الاغلب فحاول انك تستشفي من هذا الموضوع عم بيأثر شوي على الامور العاطفية او اي طاقات سلبية اخرى عادي يعني مش مش شيء معين شايفة في قوة رح تمتلكها في العلاقة ما رح تكون زي بالقديم القوة يعني مع الطرف الآخر رح تتحول او تنقلب الآية والقوة تصير معاك اكتر ورح تحكم الامور باكتر حكمة ما رح تعطي الطرف الآخر اكبر من حجمه خلص رح تحجم الامور رح تحجم الاشخاص بشكل عام حتى مش بس بالعلاقة العاطفية شايف لك برج العقرب هاي الفترة عم بحجم الاشخاص اللي حوالين هون في امنية في زرعة انت زرعتها قديما ويعني نسيت موضوعها خلص يعني ما رح تتحقق وفعلا رح تتحقق في هاي الفترة ان شاء الله ولكن زي اللي انت خلص يعني نفسك طلعت منها او اجت بغير وقتها لكن هي رح تتحقق شوف اذا في تحذيرات معينة لبرج العقرب في ناس عم تطلع عليك في ناس عم تحسدك في ناس عم بتحاول انها تتعطل امورك ان كان في العمل او في العاطفة اتنتين بزبط هدولة مثل الفيران شايف كيف اشكالهم اذا الصورة واضحة مثل الفيران مثل الاشياء الصغيرة هيك اللي بتمشي بتمشي بتحكي حكي بلا معنا بلا يعني مش سادقين اه وبترجع على الجحر تبعها يعني بتتخبى فهي بتكون خايفة منك او خايفة منكم اه عوائق هاي ممكن تكون بالعلاقة كمان العاطفية ناس عم يحكوا عليك بطريقة مش حلوة ولكن يعني الفار بيضلوا فار الفيران بيضلهم فيران فعلا اه ما في لهم اي تأثير على الموضوع مخلوقات صغيرة اه ما حدا شايفها اه بتضلها بالجحر تبعها طول الوقت اه خايفة يعني ما تخاف اه شي بالعكس يعني ورقة حلوة اه بس انه يعني تكون حذر من هدول الاشخاص ما تطلع اسرارك اه تحجم العالم تحط حدود ما تعطي لهم اهمية ابدا لا بتفكيرك ولا بطاقتك ولا حتى بافعالك واو بيقول لك في اجابة لسؤال معين هي سؤال في بالك وانا للنصيحة اسأل هلا السؤال عشان احكي لك شو الاجابة اللي مكتوبة في الورقة اسأل سؤال اضمر على شي فالاجابة هي نعم فبيقول لك اجابة السؤال اللي انت عم تسأل عليه هي نعم هي مثل تركت مثل اللعبة يعني طلعت لك فحلو فما بعرف انت على شو سألت يعني يا الله اعلم ازا شغلة سلبية يعني شغلة ما بفرح ازا طلع الجواب نعم وازا شغلة ايجابية وطلعت الاجابة نعم فشي حلو بقول لك هفرا يعني خلص بكافي نكد بكافي مشاعر سلبية ذي كل ما بفرح ازا طلع خلف كثير من كفي تاخد يمكن انت من الاشخاص كمان اللي بيشتغلوا اكتر ما هم بيهتموا بالامور الثانية فبيحكي لك ارجع لهواياتك ارجع اركض العب اعمل الشغلات اللي بتستمتع فيها ما تكون سوداوي ما تكون متشائم هفن استمتع اطلع انزل اعمل الشغلات اللي بتحبها يعني بكفي حابس حالك بالنسبة للاشخاص اللي حابسين حالهم اه ما عم يطلعوا عم يكونوا شوي مكتئبين اه بيقولك اتاكد هاي نصائح جاية من الانيمالز بيقولك انت طلعلك يعني كل نصيحة بتكون لها علاقة في الحيوان في الانيمال اللي موجود في الصورة فانت اجاك الجمل يعني فالكامل شو عم بيقولك بيقولك ترست بيقولك انه انت تأكد وكون على ثقة انك انت بتمتلك جميع المعلومات لحتى يعني او مش ممكن يعني معلومات ممكن انت بتمتلك جميع القدرات لحتى تجتاز الشعبات او المشاكل أولا